السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله إذا كنت تبحث عن سماعات الابل ايربود وتبغاها بنصف السعر وأداها ممتاز تصميمها قريب شوي من الابل ايربود للأمانة فهذا الفيديو مناسب لك أقدم لك الانكر ساوند كور لبيرتي اير طبعا هذه متوفرة في السوق السعودي بسعر 79.99 دولار أمريكي السعر الرسمي للسوق السعودي تحديدا هو 329 يا سعودي عندك اللون الأبيض واللون الأسود تقدر تشتريه من خلال موقعهم الرسمي إذا كنت خارج السعودي وحاب تشتريها فهو متوفر من خلال الموقع الرسمي لشركة انكر لكن أبي أرجع لهذا الفيديو طبعا أبيك تشاركني برايك في خانة التعليقات بعد ما تشوف الفيديو بالكامل وتقولنا رأيك وتقولنا رأيك في خانة التعليقات بداخل الصندوق رح تلقى أشياء الأساسية رح تلقى الحافظة بداخل هذه الحافظة رح تلقى السماعات وأيضا رح تلقى بعض الكتيبات وتلقى سلك اليوسبي إلى المايكرو اسبي هذا يعني أنه هذه السماعات ما فيها خاصية الشحن السريع وللأسف ما هي بيوسبي التايب سي وما فيها خاصية شحن السلكي إذا كنت تسأل أو الشحن السريع ما ذكرنا فهو لكن البطارية رح تكلم عنها لحقا صدقني بطارية ممتازة عموما رح تلقى مجموعة من وسائد لإذن بعدة مقاسات لكن ضروري قبل ما ندخل في التفاصيل الخاص بهذه السماعات ضروري جدا ضروري في أي سماعات من سماعات الإذن تاخد وقت تجرب وسائد لإذن لأنها رح تلعب دور كبير جدا في مسألة العزل مثلا هذه السماعة ما فيها تقنيات للعزل للضجي لكن بسبب تصميمها واختيار الوسادة المناسبة لإذنك صدقني رح تعطيك مستوى عالي من ناحية العزل الشغلة الثانية رح تلعب دور كبير جدا أنها تكون مريحة لإذنك وأيضا الشغلة الثالثة والمهمة جدا في مسألة جودة الصوت فخذ وقتك جرب وسائد لإذن الشيء اللي لحظت أنه جربت وسائد الفوم هذه السيليكون لكن جربت وسائد الفوم وأبي رجحهم للعلبة أو الحافظة الخاصة بهذه السماعات وهي مغناطيس فجدا ممتازة لكن أبي أرجحها للحافظة فشيء اللي لحظت أنه الغطة ما يتسكر وخاصة باستخدام وسائد الفوم لكن السيليكون أمورك جدا في السريب فحبيت أذكر هذه النقطة طبعا هذه السماعة حاصلة على معين الـ IPX5 وهذا الشيء ممتاز مقاومة نيء الماء كما أنه هذه السماعة حاصلة على مايكروفونين مع خاصية العزل اللي الضجيد فجودة المكالمات أقدر أكدلك إياها ممتازة هل أقدر أستخدمها كسماعة واحدة؟ نعم لكن بالشرط فقط بإمكانك تستخدام السماعة اللي يصار مجرد ما تفك السماعة اليمية وتحطها جو الحافظة راح يصير في إيقاف تلقائي للملف الصوتي إلا إذا بتسويها بشكل يدوي ما فيها خاصية الإيقاف التلقائي إذا كنت تسأل هذا الشيء غير موجود ما هذه السماعة طبعا هذه السماعة بسبب تصميمها بسبب السعر الخاص بهذه السماعة فجودة تصنيع لا تتأمل الشيء الكبير جدا ما هي بجودة رخيصة حقا للحق الحافظة أكبر مما هو موجود أو مقارنة بالـ Apple Airpods أو RTA Connect لكن أرجع أقول مزعجة بحيث أنه ما قدر أدخل جوه الجيب لا أبدا على أقل الحافظة راح تقدم لك ثلاث لمبات لـ LED تخبرك بإحادة البطارية تستخدم مغناطيس لكل قاعدة لكل سماعة فثباتها راح يكون جدا ممتاز الغطاء لو تحرك بقوة راح يمفتح فإذا حبيت تسويها فتسوها وأيضا تستخدم الـ Micro USB أرجع أقول تمنيت أنها تكون USB Type-C السماعات ما حسيت أنها بجودة رخيصة وهي لماعة على أقل اللون الأسود اللي قدامك ثابتة بشكل رائع بسبب تصميمها ثابتة بشكل رائع وهذا يعني أنه بإمكانك أخذها إلى الجيم أو تروح النادي ما عندك أي مشاكل خذها معك النادي وراح تحس أنها ثابتة أو وأثناء حركاتك السريعة صدقني راح تكون ثابتة خذها مني طيب بما أنها تستخدم بلوتوت 5.0 كيف كانت مسألة الإقترام أقدر أقول أنه الوقت اللي يستغرق فيه يعني الإقترام ما بينه ومبين للآيفون كان جداً مقبول يعني ما هو بالأسرع بيكون تأكيد لكنه ما خذه وقت يعني يمكن ثانيتين ثانيتين ونص بالكثير حتى ظهر أنه تم الإقترام أضف على ذلك أنه لو شبكتها بالآيو اس فرح يبين لك حالة البطارية اللي يسمعها فحبيت أذكر هذه النقطة طيب هل في مشكلة من ناحية تأخير في الفيديوهات يعني لما استخدم هذه السماعة هل في تأخير في الصوت نقل الصوت إلى السماعة بشكل عام لا لكن بشكل خاص جزء جداً 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 بسيط والله ما رح تلاحظه لكن أقدر أقولك أنها ممتازة من ناحية أنه ما في تأخير يعني خلني أقولك ياه ما رح تلاحظ التأخير نهائياً أبداً ما رح تلاحظه لكن لو بتدقق رح تلاحظ هذا التأخير جداً 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 بسيط فأداءه مع الفيديو كويس طيب وش في بعد أيضاً هذه السماعات من خلال النقر ممكن تتحكم في مسألة الملفات الصوتية يعني تقدر تسوي النقرة أو النقرتين أو النقر بشكل مطول على حسب كل سماعة للاستفادة من تقديم أو تأخير للملفات الصوتية تشغيل أو إيقاف مؤقت للملفات الصوتية رفض المكالمة أو الإجابة للمكالمة يدعم تفعيل المساعد الشخصي إذا ضغط بشكل مطول على سبيل المثال لجوجل وأيضاً لسيري فهذا الخيار أيضاً موجود مع هذه السماعات الشيء اللي لاحظته تحديداً هو في مسألة الاستجابة لهذه الحركات بشكل عام ممتاز مع عدى خاصية أن تريد ترجع للملف الصوتي السابق بعض الأحيان أوكي بعض الأحيان لا طيب سلطان كيف كانت جودة الصوت من خلال هذه السماعات الآن مقابل السير وحط فيها مليون خط الآن في مسألة البيز أقدر أقول أنها ممتازة ما فيها أشيء المبالغ في مسألة التضخيم أو المضخم فأقدر أقول أنه عمل كويس جداً يا شركة أنكا في مسألة اللو وفي مسألة المد لأصوات البشرية كان أداها أيضاً ممتاز في مسألة الهاي لا أقدر أقول أنه جيد جداً ما رح أقول الممتاز لكن بشكل عام مقابل السير وأرجع أكررها مرة ثانية ممتازة ممتاز مقابل السير في عدد كثير من منافسين يبالغون في مسألة البيز وهذا أمر مزعج بالنسبة لي المضخم بعض الأحيان يخرب الأصوات الثانية يخرب أشياء جداً كثيراً لكن هنا ما بالغوا فيه فعمل جداً ممتاز الشركة أنكر مقابل السير ما رح تكون أفضل مقارنة بعد المنافسين المتخصين مجال الصوتيات مثلاً ماستران دايناميك سانهايزر لا لكن مقابل السير صراحة تفاجعت للأمانة تفاجعت توقعت أن رح تكون مبالغة في مسألة البيز ممتازة من ناحية جود مكالمات الصوت بالفعل عالي ما فيها تأخير في الفيديوهات تقنية العزل للضجيج لمايكروفونات نفسها تعمل بشكل رائع فهذه السماعة أنصح فيها إذا كنت تبغى سماعة كويسة لجوالك الأنجويد أو الإيس ما تبي تدفع السعر الكثير وتبغى تصميم الأبل إيرباد فهذه قدامك وأنصح فيها وبشدة نقطة أخيرة بس ودي أوضحها في مثلة البطارية من ناحية التجربة مع هذه السماعات وضبط مستوى الصوت إلى 60% أعطاني أو أعطتني هذه السماعة 4 ساعات و32 دقيقة الشركة ذاكرت 5 ساعات فالرقم كان قريب الحافظة نفسها وهذا الشيء ممتاز في هذه السماعة أنه تعطيك 20 ساعة فبشكل عام بطارية ممتازة مع هذه السماعة فهذه كانت مراجعة لهذه السماعة التحفة شاركت برايك في خانة التعليقات إذا عجبك الفيديو اضغط على زر اللايك وإذا ما عجبك اضغط على زر الديسلايك نشوفكم أخر إن شاء الله مع السلامة